بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على شرف المرسلين أبناء الطلبة سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان متتالية حسابية لباكالوريا 2000 وعشرين شعب أدبية شعبات أداب وفلسفة وأداب ولغات أجنبي أنصحكم بمتابعة هذا التمرين لأنه تمرين رائع وشامل لمراجعة المتتالية الحسابية حيث قال لتكن إيليان متتالية حسابية حدها الأول إيصفر وأساسها أر حيث عندنا إي إثنان نقص إيصفر يسعين أربعة وإي واحد زايد إي ثلاثة يسعين ستة عشر قال واحد أحسب الحد إي إثنان ثم الحد إي صفر واستنتج الأساس أر للمتتالية إيليان ثانيا ألف قال بين أن الحد العام للمتتالية إيليان معرف به عبارة هي إي آن يسعين أربعة زايد إثنان إي آن باقي الحدد مع التبرير اتجاه تغير المتتالية إيليان ثم ثالثا قال بيّن أن العدد 2020 حدا من حدود المتتالية إلى أن محددا رتبته ثم رابعا وآخرا قال أحسب المجموع S المعرف بS يسعى أن E0 زايد E1 إلى غاية E1008 إذن لننطلق على بركة الله في الشرح المفصل ننطلق أبنائي في الحل حيث قال لتكن E لآن متتالية حسابية حدها الأول E0 وأساسها R حيث E2 ناقص E0 يسعى أن أربعة و E1 زايد E3 يسعى أن 16 السؤال واحد قال أحسب الحد E2 إذن نكتب هنا حساب ماذا؟ الحد E2 لاحظوا أبنائي وانتبهوا هنا يوجد لنا علاقات E2 ناقص E0 وهنا عندنا E1 زايد E3 هنا معلنا إلا ما نسميه الوسط اسمعوا جيدا الحسابي ماذا يقول الوسط الحسابي؟ يقول مجموعة طرفين يساوي ضعف الوسط ما معنى؟ معناه E1 زايد E3 ماذا يساوي؟ يساوي أنه مرتين من الذي في الوسط من هو الذي في الوسط؟ هو E2 أعيد مثلا E4 زايد E6 ماذا يساوي؟ يساوي أنه E2 E5 تقول الوسط الحسابي معناه مجموعة طرفين يساوي ضعف الوسط حتى نفهم الفكرة جيدا ما يسمى قلت الوسط الحسابي إذن E1 زايد E3 الذي بقي في الوسط ما هو هو E2 إذن E1 زايد E2 E3 ماذا يساوي؟ يساوي أنه E2 E2 هذا قانون أرجوكم يحفظوه وهنا E1 زايد ليس ناقص لا يمكن أن نقول E1 ناقص E3 يساوي أنه E2 لا يجب أن نقول E1 زايد E3 الذي بقي في الوسط في الأصل ما هو هو E2 يساوينا مرتين من E2 الآن E1 زايد E3 كم يساوي؟ يساوينا 16 معناه نقول هنا تساوي كم؟ تساوينا 16 ومنه E2 ماذا يساوي يا أولاد؟ يساوينا 16 بخاصية التعدي لاحظوا أعيد إذن هذه E1 زايد E3 كم تساوي؟ تساوينا 16 وهذه E1 زايد E3 كم يساوي؟ يساوينا 2 E2 ومنه E2 E2 ماذا يساوي؟ يساوينا 16 خاصية التعدي إذن ركزوا جيدا فنقول ومنه E2 E2 يساوينا 16 لماذا؟ لأن E2 E2 يساوينا E1 زايد E3 ومنه للتخلص من هذه الاثنان نقسم هنا على اثنان ومن هنا على اثنان فبعدها تذهب هذه الاثنان مع هذه بخاصية الاختزال نصبح لنا E2 يساوينا 16 تقسيم اثنان إن لم تعرفوا النتيجة بالآل حسبة سوف تعطي لكم ثمانية إذن قيمة E2 كم؟ هي ثمانية ثم جاء السؤال الآخر قال ثم أحسب E0 نكتب هنا عنوان حساب ماذا؟ E0 ركزوا هنا أرجوكم عندنا ها هي علاقة أخرى E2 كم وجدنا؟ وجدناها الثمانية ما رأيكم أبنائي أن نأتي بها ونعوضها هنا ماذا تصبح لكم؟ عوضوا أمامي نصبح لنا الثمانية ناقص E0 يساوينا كم؟ يساوي لنا أربعة لماذا؟ لأن E2 وجدناها كم؟ ثم نقلت هذه القيمة هنا ووضعتها لحظتم؟ ثم بعدها ماذا يمكن أن نقول؟ يمكن أن ننقل هذا إلى هنا وننقل هذا إلى هنا ركزوا معي حتى تفهموا الفكرة إذن تصبح لنا الثمانية الأربعة لما ننقل إلى الطرف الأخص نصبح لنا ناقص أربعة يساوي ناقص E0 إذا نقلناها إلى الطرف الأخر يصبح لنا زائد لأن أي عدد إذا نقل من طرف إلى الطرف يغير إشارته ناقص E0 كم يصبح؟ يصبح لنا يساوي لنا E0 يا أبناء ركزوا الأربعة إذا نقلناها إلى الثمانية يصبح لنا ناقص أربعة ونقص E2 إذا نقلناها إلى الطرف الأخر ماذا يصبح؟ يصبح لنا E0 إذن ناقص E0 إذا نقل إلى الطرف الأخر يغير إشارته ماذا يصبح؟ يصبح لنا E0 بعدها ماذا ينتج؟ تصبح لنا الثامنية ناقص أربعة كم؟ هي أربعة ومنه أربعة ماذا يساوي؟ يساوي لنا اي صفر اذا اي صفر كم يساوي يساوينا اربعة لانه مجرد مساويت بعدها ابني الى السؤال الاخر هو استنتاج ماذا ال اذا استنتاج الاساس اين هو هذا السؤال ها هو امامكم هنا بما ان السؤال استنتاج معناه جد جد بسيط عندنا عبارة الحد العامل المتتالية الحسابية كقانون لما تنطلق من اي صفر يقول القاعدة هي اي انا قانون احفظوه يساوينا اي صفر زائد ماذا انا في اهل قلت هذا قانون لي عبارة الحد العامل المتتالية الحسابية ارجوكم لما تنطلق من الصفر احفظوه انا نحن ماذا اصبح لدينا اصبح لدينا اي اثنان نعرف قيمته هي ثامنية واي صفر نعرف قيمته هي ماذا هي اربعة ماذا تقول القاعدة ركزوا نعوذ هنا بي اثنان في مكاني وهنا نعوذ بي اثنان يا ابنائي لماذا لان نحن نملك اي اثنان لهذا قلت ركزوا الان اي اثنان ها هي قيمته واي صفر ها هي قيمته عوذوا ارجوكم فقط عوذوا فقط حتى تتعلموا اصبح لنا ماذا اصبح لدينا ثامنية يساوي ماذا اي اصفر كم وجدنا هي اربعة زائد اثنان في ار لم افعل شيء انما هنا عندنا بما ان عندنا اي اثنان عوذت هنا في مكاني الان باثنان وهنا باثنان الان اي اثنان عندنا هي ها هي قيمتها ثمانية واي صفر ها هي قيمتها اربعة عوذت هنا من هو المجهول الذي بقي لنا في هذه المعادلة اكيد هو الاساس لاحظتم يعني مجرد تقيمتنا نقل هذا الى هنا اصبح لنا ثمانية ناقص اربعة يساوي ماذا يساوي اثنان ار ثمانية ناقص اربعة هي اربعة يساوي ماذا اثنان ار قلت حتى نتخلص من الاثنان نقسم هنا على اثنان ونقسم هنا على اثنان فتذهب الاثنان هذه مع هذه فيصبح لنا ماذا فاصبح لنا اثنان يساوي ار ها هي امامكم اي ار لان المساواة تصبح لنا ار كم يساوي يساوي اثنان ها هي اثنان قسمت من هنا اثنان ومن هنا اثنان ذهبت اثنان مع اثنان يبقى لنا هنا الا ار واحدة وهنا اربعة تقسيم اثنان هي اثنان ها هو الأساس أنه لكم إنه إثنان مجرد قوانين احفظوا هذه الخطط لحل تمارين يا أبنائي بعدما أنهينا من هذا جاء السؤال آخر ألف قلبي أن الحد العامل المتتالي إلي آن معرف بإي آن يساوي أن أربعة زائد إثنان إذا نكتب هنا البرهان أن ماذا؟ أن إي آن يساوي أن أربعة زائد إثنان هنا الأمر جد جد بسيط أركزوا أرجوكم إذن عندنا إي آن عبارة الحد العامل المتتالي الحسابية تقول قاعدة إي آن قلنا ماذا يساوي؟ يساوي أنه إي صفر زائد ماذا؟ زائد آن أر الآن نحن نملك أن إي صفر وجدناها كم؟ ها هي إي صفر يا أبنائي حتى لا يقول وجدناها أربعة والأساس كم وجدنا؟ وجدنا إثنان مجرد تعويضات فقط إصبح لنا ماذا؟ إذن إي صفر وجدناها أربعة والأساس وجدناه كم وجدناه إثنان عوض هذا في هذا المكان وعوض هذا في هذا المكان على ماذا تحصلنا تحصل على أنه يساوينا كم يساوينا أربعة زائد ماذا زائد إثنان إي آن صبح لنا إثنان في آن بما أن الجمع الضرب عملية تبديلية فنقول إثنان إثنان في آن أو إثنان كلاهما كتابة صحيحة ها هو الجواب نقول ومن هو أرجو قد فهمت مجرد قانون قمنا بملئه وجدنا النتيجة الذي يبحث عنه فقط بعدما أنهينا من هذا نأتي الآن إلى السؤال الآخر قال حدد مع التبرير اتجاه تغير المتتالية إي لآن إذن نكتب هنا تحديد اتجاه تغير المتتالية التي اسمها ماذا التي اسمها إي لآن نقول هكذا تركزوا جيدا نقول بما أن إي لآن متتالية كيف هي حسابية هو من أعطلنا أنها حسابية وأساسها كم يسوي يسوي لنا إثنان وجدناه ها هو أمامكم الأساس وجدناه كم وجدناه إثنان وبما أنه هذا الإثنان قيمة موجب هكذا تقرأ يعني موجب يعني أكبرتان من الصفر نقول أكبرتان من أو نقول هكذا أو أساسها نقول موجب تماما إذن إسمعوا نكتب هكذا إثنان أكبر تنصف أو بلغة أخرى يعني المتتالي الحسابية أمرها بسيط إذا كان أساسها موجب قولوا متزيدة تماما وإذا وجدتم هذا الأساس R وجدته سالب يعني نقص 2 نقص 4 فقولوا فإنها متنقصة تماما فقط يعني الذي يتحكم في اتجاه تغير المتتالي الحسابية هو الأساس إذا كان موجب متزيدة إذا كان سالب متنقصة فقط بعدما أنهينا من هذا نأتي الآن إلى بيين أن العدد 2020 حد من حدود المتتالية إلى أن محدد نرتباتها إذا نكتب هنا ثالثا البرهان أن العدد من هو العدد لهو 2020 الذي نسأل الله جل وعلا أن يوفق كل من يعني يجتاز باكاروليا 2021 نقول برهان أن العدد 2020 حد من حدود المتتالية التي اسمها ماذا التي اسمها إلى أن هنا دائما الأبناء يركزون أولا إذا جاء السؤال بين أن العدد برهن أن العدد تحقق أن العدد يعني عبارة عن فعل أمر دائما علينا أن نجد أنه نحل معادلة نجد عددا طبيعي نقول هكذا اسمعوا نقول نحل دائما هذا السؤال نقول نحل المعادلة إلى أن يساوينا هذا العدد الذي يعطى لنا دائما قلت وآبدا إذا قال حدا نقوم بي نقول نحل المعادلة من هي المعادلة إي لآن تساوينا العدد الذي يعطي لنا لهو 2020 لما نحل هذه المعادلة يجب علينا أن نجد عدد طبيعي ما معنى عدد طبيعي يعني لا يوجد فيه فاصلة ولا يوجد فيه جذر لاحظتم ولا يوجد فيه الإشارة السالبة نأتي نحن عندنا أن إي آن معطيت لنا اللي هي أربعة زائد إذنان أن يساوينا 2020 ننقل أربعة إلى الطرف هذا فتصبح لنا كم صبح لنا إثنان أن يساوينا 2020 ناقص ناقص أربعة فاصبح لنا إثنان أن يساوينا 2016 إذن قلت 2016 نقسم من هنا على إثنان ومن هنا على إثنان لماذا حتى تذهب هذه إثنان مع هذه ماذا يبقى لنا يبقى لنا أن يساوينا كم يساوينا ألف وثمانية يعني نحسبه بالآلة الحسيبة وهذا العدد بما أنه عدد كيف هو عدد طبيعي يعني هذا الرمز هذا الرمز معناه ينتمي إلى العدد طبيعي يعني هذا الرمز معناه عدد طبيعي بما أنه عدد طبيعي لماذا؟ لأنه لا يوجد فيه فاصلة ولا يوجد فيه ناقص يا أبنائي بما أنه لا يوجد فيه فاصلة وناقص فإنه عدد طبيعي نقول اسمعوا جيدا من هو العدد من هو العدد الفين وعشرون حدا من حدود المتتالية من هي إلي أنا نقول ورتبته اسمعوا جيدا رتبته ما هي رتبته هي اسمعوا الأمر جدا بسيط رتبته نقول هي ألف وثمانية هذه التي وجدناها ونضيف لها واحد لماذا نضيف لها واحد بما أن المتتالية إذا انطلقت من إي صفر أول حد هو إي صفر دائما أضيف لها الواحد حتى نفهم جيدا يقول حدكم لا مفهم سوف أعطيكم المتتالية من أين انطلقت من إي صفر نقول هذه القيمة التي وجدناها ناقص من أين انطلقت من إي صفر زائد واحد اسمعوا الحد الذي وجدناه كم نقول ألف وثمانية ناقص من أين بدأت من إي صفر نقول ألف وثمانية ناقص صفر وهذا الواحد دائما توضيفه زائد واحد دائما توضيفه زائد واحد إذن العدد الذي وجدناه ناقص من أين انطلقت المتتالية من إي صفر زائد واحد هذا دائما توضيفه هو التابع للقانون أكيد ماذا تصبح لنا تصبح لنا ألفين وتسعة إذن نرتبته هي ألفين وتسعة لو انطلقت المتتلين مثلا أول حد قلى حدها الأول إي واحد فنقول هكذا ألف وثمانية ناقص من أين انطلقت زائد واحد للقانون كما نقول إحنا اتعى القانون يذهب هذا مع هذا تصبح لنا كم رتبته تصبح لنا ألف وثمانية أما إذا انطلقت من إي صفر فنطبق كيف العدد الذي وجدناه ناقص من أين انطلقت زائد واحد هذا التابع للقانون دائما زائد واحد نوضيفه فتصبح لنا رتبته ألف وتسعة فقط بعد أنهينا من هذا نأتي الآن إلى قحسب المجموع S المعرف ب S يسعي لنا إي صفر زائد إي واحد إلى غير ألف وثمانية إذن نكتب هنا حساب S أركزوا هنا أرجوكم نقول S ما هو؟ هو عبارة عن مجموع إذن مجموع لحدود متتابعة لماذا؟ لمتتالية ما هي؟ حسابية إذن لماذا؟ لأننا نحن نقول لأي أنها متتالية حسابية مدام هي متتالية حسابية علينا أن نكون حافظين لقانون المتتالية الحسابية يجب أن تكون تحفظ هذا القانون وتطبقه نحن نقول هكذا كقانون أحفظه أرجوكم مجموع حدود متتالية متتالية كيف؟ متتالية حسابية حسابية يساوي عدد الحدود على إثنان في الحد الأول اسمعوا جيداً الحد الأول للمجموع زائد الحد الأخير لمن؟ للمجموع اسمعوا هذا القانون احفظوه إذن لم تكن حافظ لهذا القانون لا يمكن أن تجيب على هذا السؤال إذن مجموع حدود متتابعة لمتتالية حسابية كقانون يساوي عدد الحدود على إثنان في الحد الذي انطلق منه المجموع زائد الحد الذي توقف عنده المجموع تحن ننطلق سبحانا هكذا عدد الحدود كيف نحسبه؟ اسمعوا طريقة بسيطة دليل النهاية ناقص دليل البداية زائد واحد دليل النهاية هو ألف وثامنية ناقص دليل البداية هو صفر وتضيفون واحد يعني مثله مثل هذا القانون إذن عدد الحدود كيف نحسبه؟ دليل النهاية اسمعوا الدليل أين هو؟ هذا يقرأ الدليل هذا العدد الصغير يقرأ دليل نقول هذه خمسة تسمى الدليل أما هذا يسمى الحد او خمسة يسمى الحد أما خمسة الصغير يسمى الدليل إذن عدد الحدد كيف نحسبه نقول دليل النهاية حد النهاية ناقص دليل حد البداية ونوضيفه زائد واحد من عندنا دائما دائما نوضيفه يعني كما نقوله إحنا صداقة لازم زيده علاما على 2 في الحد الأول للمجموع ها هو الحد الأول الآن ليس الدليل الحد 0 زائد الحد الأخير للمجموع ها هو الحد الأخير هو إي ألف وثمانية تصبح هنا أس يساوي ألفين وألف وثمانية ناقص صفر هي ألف وثمانية ونوضيفه له واحد صبح هنا ألف وتسعة على إثنان في إي صفر وجدناه كم وجدناه أربعة أما إي ألف وثمانية كم عندنا يا أبناء إي ألف وثمانية يا أبناء إي إن لم تعرفوا إجابته اسمعوا يعني الأمر حتى لا تخلط عليكم الأمور ويبدأ الطالب يخلط فقط إذن إي صفر وجدناه أربعة وإي ألف وثمانية الذي لم يعرفه الذي لم يعرفه يأتي إلى عبارة الحد العام ويعوض بماذا؟ يعوض قلت يعوض بماذا؟ يعوض بألف وثمانية نصبحنا هكذا أربعة زائد ماذا؟ زائد ألف وثمانية في ماذا؟ في إثنان أقول أنها أحدكم لم أفهم ها هي عبارة الحد العام يعوض هنا بألف وثمانية وهنا بألف وثمانية لما نعوض كم نجد؟ نجد ألفين وعشرون الذي لم يفهم قلت يأتي إلى هنا يعوض بألف وثمانية وهنا بألف وثمانية ويحسب بالألة الحسبة فقط أكيد سوف يجد ألف وعشرون يأتي بهذه القيمة يعوضها هنا أصبحنا ماذا؟ إي صفر ها هي قيمته هي أربعة ألف وثمانية كم إي ألف وثمانية هي ألفين وعشرون يقول أحدكم لم أفهم إي صفر عندنا هي أربعة إي ألف وثمانية هي أربعة زائد ألف وثمانية في إثناني أين عودت عودت في هذا المكان؟ هنا أثنان في ألف وثمانية زائد أربعة بالآلة الحسبة وجدت ماذا؟ وجدت ألفين وعشرون الآن نأتي بالآلة الحسبة هنا حسب هذا فنجد أس تساوينا مليون وواحد وعشرون ألف ومئة وثمانية إذن هذا هو العدد الذي سوف نجده بالآل حسبة قوموا بالآل حسبة قوموا بالآل حسبة قوموا بألف وثمانية تقسيم وافتحوا القوس وهنا ألفين وعشرون زائد أربعة أصبح ألفين واربعة وعشرون لما نحسب نجد مليون وواحد وعشرون ألف ومئة وثمانية وفي الأخير أبناء بنات الأعزاء أتمنى قد استفدتم من هذا الفيديو كما أرجوكم لا تنسونا بالدعاء لنا بالصحة والعافية والترحمة على الرحمة الطهرة كما يمكنكم زيارة صفحتنا على الأنستغرام أو على الفيسبوك صفحة الأستاذ نوردين ليصلكم جديدا باستمرار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته